ترجمة نانسي قنقر في المجال الصحي الخاص ومحفزة لتدريب كوادر مؤهلة بل مؤهلة بغية إدماجها في التخصصات النوعية في سوق العمل بدورها أكدت الدكتورة مريم عد بالجلاهما رئيس التنفيذي لهاية تنظيم المهن والخدمات الصحية أن مذكرة التفاهم سوف تخدم مجالات التدريب وتشجع إنشاء المزيد من مراكز التدريب المتخصصة في قطاع الخدمات الصحية لا سيما في ظل وجود الكثير من الكوادر البشرية الوطنية التي ترغب أن تتوظف في أحدى المهن الصحية وتهدف مذكرة التفاهم إلى تكامل الارتقاء بمنظومة التدريب المهني في المجال الصحي وذلك من خلال فتح المجال أمام المستثمرين لترخيص مؤسسات تدريبية متخصصة في ذات المجال سعدنا صباح اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونهرة للحقيقة التعاون في مجال دعم مجالات الاستثمار في التدريب وترخيص البرامج التدريبية في العلوم الصحية والخدمات الطبية المختلفة ما سوف يفتح آفاق أوسع ومجالات أكبر للتدريب وإيجاد فرص عمل لائقة للمواطنين في هذه المجالات سوف تتعاون الجهتين لترخيص وفتح مجال الاستثمار للتدريب في مجالات جديدة واعدة تشمل كافة التخصصات والعلوم الطبية والتخصصية والفنية لدعم العيادات ودعم المراكز الطبية بالكوادر البحرينية المتخصصة سوف تعمل الوزارة مع الهيئة في الفترة القادمة لإنجاح البرنامج وما يعني فتح آفاق جديدة للعمل اللائق للمواطنين تشرفنا اليوم بتوقيع مذكرة التعاون بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ووزارة العمل تشرفنا بلقاء سعادة وزير العمل والتوقيع المذكرة التعاون اللي راح تخدم إن شاء الله مجالات التدريب وتشجيع المزيد من إنشاء مراكز التدريب خصوصا في قطاع الخدمات الصحية نحن لدينا الكثير من الكوادر الوطنية اللي نرغب في إنها تمتهن في أحد المهن الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر